السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الثانية متوسطة ولا حتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم راح نشوفوا اختبار اللغة الإنجليزية للفصل الثاني يعني بعد ما شفنا دروس الفصل الثاني في اللغة الإنجليزية إن شاء الله راح نحط لكم رابط الوصف شفنا كذلك الفرض اللي مهم جدا يعني الإنسان اللي حبي يزيد يراجع أكثر يحل الفرض نحط لكم إن شاء الله في رابط الوصف يلا نشوفوا كيفاش يقدر يجينا اختبار الفصل الثاني قلنا في مدة اللغة الإنجليزية يلا نبدأ ونقرأوا دوما باللغة الإنجليزية نترجموا شوي قولوا باللغة العربية ونبدأوا نحلوا الأسئلة مع بعض معانتها الذهاب إلى التسوق إذن الهنا عندي زجر حياة هادروا هذا معانتها اللي يبيع وهذا معانتها هو الإنسان اللي راح يشري اللي راح إلا راح يتبضع معانتها يقول مساء الخير هل يمكنوني مساعدتك؟ يلا وش يقول يعني أنا أريد بعض التفاح من فضلك وش جاوب عليه؟ I'm sorry we don't have any apples معانتها قالوا أنا آسف ليس لدينا ولا أحب التفاح قعدة Well I would like four orange please معانتها قالوا معلش؟ أعطيني الأربع برتقالات من فضلك Here they are معانتها تفضل Anything else؟ معانتها هل أخدمك مرة أخرى ولا أحبيت حاجة وحد أخرى؟ وش يقول له؟ Yes and two kilos of cucumber معانتها أعطيني زوج كيلو تعل الخيار وش قالوا للبائع؟ Here they are معانتها تفضل Anything else؟ كاش حاجة وحد أخرى نزيدها لك؟ That's all معانتها خلاص Thanks شكرا How much are they؟ معانتها حسب ليش حال طحلي كلش That will be ten dollars معانتها طحلو كلش عشر دولارات Please Thank you very much Goodbye معانتها يعطيك الصحة وإلى اللقاء Customer اللي هو الزبون وش قال له Thank you Have a nice day معانتها اللي يكون يومك طيبا لاحظتوا باللي سهلة جدا النصة تعنا وبسيط يلا لازم نقرأها فقط يعني الأسة تعنا محشي فهمنا لازم احنا فقط نقرأها مرة اثنين ثلاثة حتى نفهموش يقولنا يلا نبدأ لأسئلة اللي تقول Part 1 يعني اللول Reading Comprehension معانتها رح نجيبو جميع الأجوبات تعنا من النص Task 1 I circle the right answer معانتها وندور على الإجابة الصحيح يلا A عفوا The text is معانتها هذا النص هو يلا نشوفه A letter رسالة B email هل هو email C a blog article معانتها أختيق D conversation اللي هي محادثة أو حوار A paragraph يعني فقرة نحن نشوفوش كون هي صحيحة B Customer is at يعني هذك الزبون وين كان The school The hospital The restaurant The supermarket معانتها وين كان هذك المشتري Task 2 I answer the following questions معانتها أجيب عن الأسئلة التالية وحدها لي الإجابة لازم تكون صحيحة عفوا يلا A Does the customer buy any apples هنشترى أي حبة تفاح نحن نشوفو B How many kilos of cucumber Does he buy شحل من كيلو شراء من الخيار من نص كذلك How much does he pay معانتها شحل خلص كل هذك المشترياتها Task 3 I match the words in column A with their opposites in column B معانتها كل وحدة راح نعطي لها ضد تحامل A نشوف ضد تحامل B Buy in good like Outsell hate bad طيب لكم سهلة راح نشوفو في الحل كل وحدة وشنو معانتها باللغة العربية Mystery of language معانتها راح نحلو الأسئلة اللي قرينها في الدروس تعل في الفصل الثاني Task 1 Spoke the mistake and correct it معانتها عطيني ورهي الميستيك اللي هي الغلطة وصحيحها A How much apples are there in the basket شحال من حبة تفاح في السلة حنشوفو وراء والخطأ في هالجملة How many water do you drink a day معانتها شحال تشرب بالماء في اليوم حنشوفو وراء والخطأ في الجملتين هادو Task 3 I classify these words in the right columns هنا عندنا Silent air واللي ننطقها نفهم يعني كي يقولوا لي Silent معانتها لا أسمعوها معانتها سكتة مفهم Pronouncate air معانتها اللي ننطقها Claire L Dark L معانتها نفس الشي هنا كي تكون خافتة ولا هنا أعفوا أن هنا كي تكون ننطقها وهنا dark كي ما ننطقه مفهم حنشوفو كل واحدة Like water Revise L Life Small Teacher Right حنشوفو كل واحدة وين ننطق وين ما ننطقش Task 3 I complete with the appropriate words to get a correct sentences معانتها أعطاني way show straight to go corner to run to find كل واحدة فيهم رح نحطها في الأماكن المحددة بش يكون عندي جمل صحيحة مفهم يلا نشوفو عندي A و B نفس الشي حوار ما بين واحد واسمه A واحد B Hi sir Can you من فضلك سيدي وش نقول me the to the most معانتها كل يوم يسقسيها على وين جاي الجامعة حنشوف كيفاش ندال يعني لازم نعطيكم قبل هدو بالعربية وشنو هوم يلا بي وش يقولو yes of course بالطبع كذلك نكمل on the way نكمل on right at the first you will the most it's next to the garden you can't miss it مفهم إنه بجانب الحديقة لا يمكنك تفويته معنة حتوفو حتوفو part 2 اللي هي الوضعية الإدماجية حنشوفو الوضعية الإدماجية كيفاش نديرو your parent اللي هما الوالدين تاعك send you to the supermarket رسلوك اللي باعتوك للسوبر ماركت to buy some fruits and some other food معنة بجشري بعض الفواكه وبعض الفود اللي هو الغذاء الآخر complete this dialogue يعني احنا يعطونا dialogue اللي هو حوار مفهم between you and the shop assistant معنة ما بينك وبين هدك البائع use the shopping list اللي يعطوها لنا use some and any معنة ما دام قرينا some وشو معتها any وشو معتها لازم علينا نديروهم في الحوار تعنا يلا the shopping list وش فيها فيها sugar اللي هو السكر milk اللي هو الحليب tomatoes اللي هي الطماطم و apples اللي هي التفاح احنا نشوفوا ان شاء الله كنصحوا وين نحط كل وحده وكيفاش نستعمل some and any فهم اذا يلا نبدأ وتصحيح مع بعض نبدأ بالسؤال اول اللي قال لي هل النص هذا رسالة او ايميل او اختيك او يعني هذا نلقوها في الكتب الى غير ذلك المجلات الى غير ذلك او هو حوار يدور ما بين شخصين او اكثر او هو في قراءة اذا conversation اللي هو حوار ما تنسوهاش يلا ب customer as at وين راهو هل هو في المدرسة لا في المستشفى لا ما هوش في الغستوران وانما راهو في السوبر ماركت اللي هي سهلة جدا هاد السؤالين تصتو اللي جاوب على الاسئلة التالية هل شراء هذا المشتري اي ابل رحضوا لهنا yes i would like some apples please قلو احتاج الى تفاح قلو i'm sorry we don't have any apples معنتها ما كاش اذا مشراش ما فهم بش نقول no he doesn't معنتها لم يشتري او لم يفعل ذلك b how many kilos of cucumber does he buy شحال شراء يلا نشوفوا cucumbers اللي هو الخيار كم شراء and two kilos of cucumbers ستسمى شراء زوج كيلوات he buy two kilos of cucumber سهل جدا how much does he pay كم دفع يلا نشوفوا اللي هنا that will be ten dollars معنتها he pay ten dollars اللي هي معنتها 10 دولارات لكل مشترياته يلا نشوفوا اللي هنا كيفاش كل واحد والقضاء تعوه buy اللي هي يشتري عكسها sell معنتها يبيع in داخل out خارج good جيد عكسها bad سيء like يحب hate يكره سهلة جدا كذلك واحد فقط تركيز يلا هنا نبدأ الدروس تعنا وش قلنا many countable noun معنتها نستطيع وعده نقدر نحسبه بلي detay much ما نقدرش نحسبه uncountable noun لا نستطيع وعده يلا نبدأ ولا هنا قال how much apples هل صحيح توفح ما نقدرش نعده لا خطأ نقول how many apples شحال تحتاج مثلا من apple نجيب هالك مفهوم يلا how many water لا لا نستطيع وعده وإنما نقول how much معنتها uncountable noun ما نقدرش نعده ما نقدرش نحسبه ما ننسوهاش اللي شفناها في الدرس يلا كيقول لأغ اللي لا اسمعوها silent معنتها ما نسمحاش هادي نسمحها نبرونصيها مفهوم يلا نبدأ وإلي فيهم الأغ كي نقول water لهنا water يعني كل ما ننطقهاش مفهوم يعني حديفوها إذن silent عندي أخرى اللي هي teacher يعني كل ما نيش ننطق الأغ في الآخر إذن نحطهم اللهنة يلا نشوف ويناني ننطقهم كي نقول write كتابة أو أكتب write هي ننطقها ما ننطقش W هي صح لي ما ننطقهاش يلا عندي revise راجع revise إذن ننطقت الأغ يلا clear يقولنا الأغ والآل ننتقل الثماني اللي لازم قبل نعرف وشنه هده الكلمات إذن way طريق show يرى عندي straight مستقيم to go ذهب corner هي ركن أو زاوية نفهم يلا معنها الدورة to turn معنها ليستدير to find معنها يجيد يلا hi sir can you show me the way to the mosque هل أهلا سيدي هل يمكنك أن تريني الطريقة إلى المسجد يلا yes of course go straight معنها روح طول معنها روح على خط المستقيم on this way معنها روح على هالطريق turn on the right معنها دور على إيمينك at the first corner معنها في الركن الأول ولا الزاوية اللولة اللي تصيبها you will find the most احتلقى المسجد تاعك مفهوم سهلة وبسيطة أيضا تركيز يلا نروح بالنسبة للوضعية الإدماجية اللي قال للأب وللأهل بتاعنا بعتونا نشروا هذا اللي ستاعنا كيفاش نتحتو أمع البائع يعني اللي هنا عندنا مي اللي هي حناية و assistant اللي هو اللي يبيعنا شوف assistant معتها اللي يبيعنا يلا good morning sir أهلا سيدي good morning معتحنا قلنا good morning هو وش رجعنا good morning can I help you هل يمكن مساعدتك yes I would like some sugar and milk is there any milk مفهم إذن قالوا أنا أحتاج إلى السكر والحليب وعاود سألوا وقالوا هل يوجد حليب معنى هو يأكد هل يوجد حليب أنتوما أبنائي تقدرو is there any tomatoes مثلا تكتبوها مفهم هكذا بش منكر الرش يلا مثلا هو وش جاوبنا assistant here they are معنى إليك المشتريات تاعك do you need something else معنى هل تحتاج need معنى تحتاج شيئا آخر وش نقولوله yes I need some potatoes and apples معنى نسحق أيضا البطاطا والتفاح how much kilos for each معنى شحل تحتاج لكل واحد فيهم نجاوبو two kilos of potato and one kilo of apples معنى نحتاج زوج كيلو بطاطا مثلا كيلو تدفح أنتو ما خير وش تحبو assistant here are they معنى إليك ما طلبت something else هل تحتاج حاجة واحد أخرى that's all معنى خلاص هذا يكفيني how much are they معنى شحل ضحولي they are three hundred dinars معنى ها طحولك 30 ألف نفهم سهلة وبسيطة لازم معنى لو كان نرجع جميع دروسنا ونركز في كل كلمة ندو إن شاء الله العالمة الكاملة لها 20 على 20 لماذا نقدر ندو 20؟ لأنه لهنا طحنا سوفهم conversation ليه dialogue يعني ما نقدرش نغلط فيها وهو ما أعطوني كلش إذن هذا بالنسبة لاختبار اللغة الإنجليزية للفصل الثاني للسنة الثانية متوسط أبناء بناتي دعونكم أي سؤال لا يستفسر خلوه لي في التعليقات واجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقوم كالعدام بالتوفيق إن شاء الله شكرا